انتقدت طهران الحزمة الأخيرة من العقوبات الأمريكية التي تستهدف تصدير النفط الإيراني متوعدة برد حازم عليها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اعتبر حزمة العقوبات الاقتصادية الجديدة خطوة ضمن سياسة أمريكية وصفها بالفاشلة وغير الفاعلة وذلك بتزامن مع حالة من الجمود بشأن المفاوضات النووية بين إيران والغرب ومن عمان ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية دكتور نبيل العطوم أستاذ دراسات الإيرانية في الجامعة الأردنية أهلا بك معنا أستاذ عماء نبيل يعني إيران توعدت برد حازم حيال العقوبات الأمريكية الأخيرة التي تستهدف النفط الإيراني ما طبيعة هذا الرد الحازم الذي تتحدث عنه طهران مساء الخير يعني في واقع الأمر إيران عودتنا على ما يسمى بسياسة حافة الهاوية هي سوف تقوم باستكمال سلسلة من الإجراءات التي قامت فيها للتصعيد سالي خصوصا فيما يتعلق ببرنامجها النووي قبل أيام عديدة خرج علينا رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية وتحدث على أن إيران قادرة على إنتاج القنبلة الذرية وهذا أعقب مجموعة من الإجراءات والتصريحات الإيرانية التي تعهدت إيران بموجبها أيضا بتعقيد التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنا أعتقد سالي أن الإيرانيين سوف يواصلون عملية التخصيب في ظل ما تحقق سابقا حيث باتت إيران الآن تمتلك حوالي 16 ضعف من الكميات اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 63% نحن اليوم نتحدث سالي عن امتلاك إيران أكثر من 3226 كيلو جرام نتحدث أيضا عن امتلاك إيران ل42 كيلو من اليورانيوم على التخصيب بنسبة 60% وهي بحاجة إلى 10 كيلو جرامات من اليورانيوم لإضافتها ورفع نسبة تخصيب إلى 90% لوصول إلى عتبة صناعة القنبلة الذرية بموازال ذلك أنا أعتقد أنه أمام الإجراءات الإيرانية التصعيدية سوف إيران أيضا تتشدد فيما يتعلق بمفاوضاتها النووية وهذا هو سؤال القادم يعني دكتور نبيل هل هناك من يتحدث عن ربط مباشر بين هذه العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني وعلى المطالبات التي دائما توجه إلى بايدين بضرورة وضع خارطة طريق واضحة للتعامل مع الاتفاق النووي المتعثر مع إيران فبالتالي عند تعثر هذا الاتفاق بدأت الولايات المتحدة أخذ منح العقوبات هل تتفق مع هذا الرأي وهل ستواصل الولايات المتحدة في ذات الصدد نعمل أن يكون هناك سالمة يسمى بإجراءات عقبية أكثر ضد الجانب الإيراني لإثناء إيران عن هذا المضي في سياساتها التصعيدية إيران الآن تحاول أن تمارس سياسة حفة الهاوية وتفحلها بشكل أكبر على عدة صعود لتحقيق عدة مكاسب من أبرزها رفع الحرس الثوري الإيراني عن قائمة الإرهاب على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تعهدت بموجب المسودة التي قدمت إلى الجانب الإيراني برفع ألف من هذه العقوبات من مجموعة 1636 عقوبة تنفرضها على الجانب الإيراني ولا يعقل أن مطالبة الإيراني هي غير منطقية سهلة عندما تطالب إيران برفع عقوبات سواء الحرس الثوري الإيراني أو عن دور إيران المزعزع للأمن والاستقرار من خلال الأزمات الإقليمية دعم إيران للإرهاب، البرنامج الصاروخ الإيراني هذا أمر ليس مرتبط في البرنامج النووي الإيراني في نهاية المطاف وبالتالي مطالبات إيران هي تندرج في إطار الإبتزاز ومحاولة مساومة الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي وبالذات الدول الضامنة للاتفاق النووي لتقديم مزيد من التنازلات لصالح الجانب الإيراني المرحلة القادمة سوف تشهد مزيد من التعقيد في هذا الأمر لكن أنا اللي بأمل أن ترى العقوبات القصوى الأمريكية النور خاصة أن هناك عقوبات عندما تتحدث واشنطن عن تصفير صادرات النفط الإيرانية وهذا الأمر لم يتحقق عملياً سالي ولكن كيف يعني دكتور؟ نعم دكتور نبيل في ظل هذه الأزمة أزمة الطاقة العالمية الخانقة والتي تعاني من ويلتها الولايات المتحدة نفسها هل تستطيع الولايات المتحدة تصفير النفط أو واردات النفط الإيراني بصورة مباشرة وكاملة؟ يعني هي تستطيع ذلك وتستطيع لا أقول تصفير هي تستطيع ولكن هل ذلك ممكن في ظل الأزمة العالمية؟ لكن هي لا تريد ذلك سالي حتى قبل الأزمة الأوكرانية لم تسعى واشنطن إلى ذلك وهذا بيصير كثير من التساؤلات لأنه لماذا غضت واشنطن الطرف عن الجانب الإيراني وعن تصدير وعن تهريب النفط الإيراني إلى الخارج هذا يعني ينبغي على المسؤولين الأمريكيين أن يقدموا إجابة واضحة له لكن أنا أعتقد أن هذا الأمر يندرج في إطار تقديم شيء من التنازلات إلى الجانب الإيراني لدفعهم للجلوس على طاولة المفاوضات والقبول باستئناف الاتفاق النووي الذي تم إبرامو في يونيو من العام 2015 الآن أمام ذلك أيضا سالي نحن أمام متغير مهم جدا وهو المتغير الإسرائيلي في حال واصلت إيران سياساتها التصعيدية خاصة في المجال النووي وعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن سوف نلجأ ربما تلجأ إسرائيل إلى عمليات نوعية لاستهداف البرنامج النووي الإيراني استهداف برنامج الطائرات المسيرة برنامج الصواريخ استهداف أيضا البنية التحتية للمفاعلات النووية الإيرانية وبالتالي هذا سوف يعيد الأمور إلى المربع الأول إذن في ظل كل ذلك هل تتوقع أن تخفف طهران من وطيرة التصعيد أو أن يكون هناك رد فعل إيراني في اتجاه الاتفاق النووي أخف من السابق وشروط أقل قساوة إن صح التعبير من التي وضعتها في السابق يعني نعمل ذلك لكن عمليا سالي الإيرانيين يعملون عكس ذلك تماما هم يواسدون سياسة التصعيد النووي حجبوا 26 كاميرا من كاميرات المراقبة من مجموعة 76 كاميرا تراقب المنشآت النووية الإيرانية نصبوا أجهزة طرد مركزية جديدة من نوع IR6 خرج علينا عدد من المسؤولين الإيرانيين وكان هناك فيديو تم عرضه من جانب الباسدران الحرس الثوري الإيراني في وسائل الإعلام الإيرانية تحدث عن سعي إيران إلى عسكرة برنامجها النووي الآن أمام هذه المعطيات أعتقد أن إيران ماضية في سياسة التصعيد سوف تلجأ إلى سياسة حفة الهاوية سوف تفعلها بشكل أكبر ربما عن طريق ليس السياسة النووية بل عن طريق وكلها وأذروح الموجودين في المنطقة لإستهداف أمن الطاقة مجددا وأمن الملاح نعم شكرا لك دكتور نبيل العطوم أستاذ دراسات الإيرانية في الجامعة الأردنية كنت معنا من عمان